موسيقى الانتخابات التي تجريها هذه السنة 2021 مهمة جدا مهمة لأنها لأول مرة تجري التصويت في يوم واحد على انتخابات جماعية وانتخابات جهوية وانتخابات شريعية وبالتالي سيكون تجديد للمستويات كلها بعد هذه المحطة وألاحظ بأن هذا الصباح كان إقبال ملحوظ على مكاتب تصويت دي المواطنات والمواطنين وهذا جيد وهذا ملاحظة في مكاتب تصويت في عدد من المدن والي ثلث قدت هنا مع الصباح الباكير جاء والناس وهذا مباشر لأن نسبة المشاركة مهمة جدا وأنتمنى تكون نسبة المشاركة عالية بطبيعة الحال أيضا كتجري هذه الانتخابات في ضيل الجائحة تكون في التسعة عشر وتطورت لعرفتها الجائحة وطنيا ودوليا ولكن المغرب على غرار عدد من الدول الأخرى بما فيها الدول المتقدمة تصر على إجراء هذه الانتخابات ولو في هذه الظروف دون تأجيل وهذا احترام من المواعد الانتخابية وأيضا حتى لا نفاجأ بشيء آخر فيما يخص تطور الوباء لأن تطور الوباء لا أحد عنده رؤية مستقبلية كيف سيتطور وبالتالي الحمد لله هناك التزام عموما عموما بالإجراءات الاحترازية عموما لكن الدليل على أن نجحت هذه المحطة هو أن جميع مؤشرات تطور كوفيد تسعة عشر بدأت في الانحضار والانحصار وهذا شيء مهم جدا بمعنى أن المغرب استطاع أن يتحكم نسبيا في هذا الوباء بطريقة جيدة وخصوصا أن الحمل الوطني تلقي احتسير بخطة جيدة اشتركوا في القناة